إلى التفاصيل أهلا بكم أعلنت الرئاسة الفلسطينية وفاة أمين سير منظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين الصائب عريقات عن 65 عاما في مستشفى هدسة الإسرائيلي جراء إصابته بفاروس كورونا المستجد وقال مصدر في الرئاسة أن وفاة صائب عريقات في مستشفى هدسة تأكدت وكان عريقات الذي خضع سابقا لعملية زرع رئى أدخل المستشفى في 18 من تشرين الأول أكتوبر غير أن مضاعفات كورونا استمرت معه إلى أن فارق الحياة وقد نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس صائب عريقات عدا رحله خسارة كبيرة